بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة هنكمل النهاردة تصحيح قراءة الآيات من صورة النبأ احنا كنا قرناها المرة اللي فاتت بس لسه بقى الولاد لازم يبتدوا يقروا فنصحح مع بعض فنحضر المصاحف لاستكمال تصحيح الآيات مستعدين يا شباب طب يلا انتوا بلا حتقروا انا قريت معاكم المرة اللي فاتت هوقف عن التصحيح نبتدي بمريم عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وَخَلَقْنَاكُمْ مش وَخَلَا وَخَلَا لَأَهْ وَخَلَا وَخَلَقْنَاكُمْ لَمْ فَتْحَ إِيهْ لَا وَلَّا لَا لَا بنقول إيهْ لَا وَخَلَا وَخَلَقْنَاكُمْ يلا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجَ مَاءً سَجَّاجَ مَاءً سَجَّاجَ أنا عندي إخفاء أنا عندي هنا إيه؟ شايفين إيه على الهمزة اللي قبل الثاء في تنوين من أحكام النون السكنة والتنوين أنا عندي هنا حرفة من جاي وراء حرفة من حروف الإخفاء صح؟ هنقول إيه؟ ماءً سجَّاجَ ماءً سجَّاجَ لنخرج به حبًا ونباتة وجَنَّاتٍ أَلْفَافَة جميل أسمع لنا بقى أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَةَ وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ وَخَلَقْنَا مش وَخَلَا حدخل على قلقلة لازم يحصل التراب في نطق حرف القاف الساكنة عندي عشان تبان لو أنا لم أقلق للحرف مش هيظهر معاي يلا يلا وَخَلَقْنَا وَخَلَقْنَا مش عاجباني اللام مش عاجباني وَخَلَقْنَا أَزْوَعَة لأ ما أنا مش عايزك يترقيقي اللام وبعدين ترقيقي القاف يعني لازم أنا أوزن ما بين الخاء والقاف واللام اللي في النص ما بينهم بالإيه؟ بضبط النطق بتاعي وَخَلَقْنَا لأ لأ وَخَلَقَ وَخَلَقَ لأ خَلَا لا وليه كده بس خَلَا 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 خَلَقَ خَلَقَ خَلَقْ لأ قلت لي لا هي مش لا هي مش مفخمة خَلَقْنَاكُمْ خَلَا خَلَا خَلَقْنَاكُمْ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَةَ جميل وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَةَ ولازم ترجع البيت الدرّابي عليها عشان ما تنسيهاش وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار الغني وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا مش سَبْعًا لا سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا سِرَاجًا وَهَّاجًا سِرَاجًا وَهَّاجًا سِرَاجًا وَهَّاجًا سِرَاجًا وَهَّاجًا كررت لك عشان تشبعي الإضغام ما كلشي الإضغام أدي له حقه كمّل يا سارة وأنزلنا وأنزلنا من الماصرات ماء من إيه؟ من إيه؟ وأنزلنا إيه؟ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِيرَاتِ لا معصيراتي دي لا ما تنفعش خالص يا سارة معصيراتي سين دي بتاعي تسارة لما دي معصيراتي معصيراتي ماء سجادة لنخرج بحبة ونباتة وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَةَ أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَةَ بس ما عجبتنيش الضاد أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَةَ عشان أميز ما بين الدال وما بين الضاد دي لغة الضاد لغة العربية فإيه اللي بيميز يا عبد الله؟ المخرج بتاع الحرف لو قلت الأرض يبقى أنا نطقت دال ما نطقتش ضاد أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَةَ وَالْجِبَالَ أَوْتَادَةَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَادَةَ القلقالة عايزة أسمحها أقوى من كده يا عبد الله القلقالة وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا بس أنا حقفل دلوقتي لازم النبر بتاع الصوتي بيقفل المعنى تمام؟ فحقول وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا هي الفكرة مش أني بس بهدي نغمة الصوت كمان بقفل المعنى لأن أنا بقفت عند معنى وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا يلا يا شروق هنقسم بين شروق والزهراء أَلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ يا شروق ده أنا كنت حقول يا زهراء قلت افتكرت الأرض الضاد أَلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا كمل يا زهراء وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ثُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا كمل يا ساد وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا كمل يا آدم وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْسَلْنَا أنا عمالة شاور أنا عمالة شاور مَد والله مَد يا راجل مَا أَنْزَلْنَا يعني انت خليتهم أقل من الطبيعي كمان مَا أَنْزَلْنَا أَنْفَا أعجبني الختام بتاعك صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين